الجمعية التعنات تأسست منذ 11 موفمبر 1989 وحنا سي لغلال الاهتمام الكبير والوحيد والأوحد هو الدفاع للحقوق المعواقم بيانشور وحنا نتجري معنا لزان ديكابي لزاتار دي منطو درنا لهم محول أمبية درنا لهم موسيية فرنسي أراب القرآن والتجويد ديكوراسيون فلورال والطبخ شيء جميل نتكلم الآن ربما عن الزيادات في منحة منحة ذوي احتياجات خاصة كانت في السابق 4000 دينار جزائري الأكيد أنها لم تكن تلبي احتياجات الشخص المعاق لما نعرفه من غلاء في المعيشة هل 10 ألف دينار جزائري تكفي المعاق شوفوا احتياجات الخاصة لنستعمل هذا المصر أحسن احنا نقولوا دول إعاقة يعني الرب سبحانه في القرآن قال لا حرج على الأعمى ولا على الأعرج ذوك احنا لم تسامناش تسمية احنا نقولوا لهم ديزان ديكافات بيزكرهم صبرين على المشاكل تحوم اليوم إرادة قوية إرادة قوية ذوك حبيت نقول والله ما عندنا مشكل في التسمية ما ويقولنا معواقين نحن معواقين احنا المشكلة لتعنا هي مشكلة في تحديد مفهوم المعوق أولا وقبل الكوريشة احنا في القانون نظرة القانون إلى المعواقين أنه أنه الـ 100% لازم يكون أعمى أصم ومعواق حركين ودهنيين هذا في نظر القانون من الـ 50% حتى الـ 100% حتى الـ 80% درناها وزارة دامون درناها لابيان درناها لابيان مجلس دستوري هذه وصية معاق أعطينا لهم مشاكل انشغالتنا وعطينا لهم معنى تالحولول وهل هناك ربما نية لتجسيد هذه الحلول جستما وعشرين سنة مازل ما تبقوه حتى قانون دونك حنا ديميل دينا فرحة صغيرة يعني الانديكابي من 22 فبري وخرج سوق لتيران في الحراك ما يطالبش غير على المشاكل تعو احنا خرجوا جستما على البلد حكذا مي احنا كيشفنا البارح عملية ترقيع ماهوش قانون يعني مطبق ماهوش يطبقوه بس كاح يكون فيه مشاكل واحد اخرى حتخلق فيه مشاكل مشاكل بيروقراطية تبدأ من بلدية الى مديرة النشاط الاجتماع هو البنسيون الشاكاني كاتميدينا ويبدلوا الشاكاني يبدلوا الدوسي تاحهم توت اندوسي يعني حزيني يكون اكثر وضوح من لهو الحق في هذه المنحة كل سنة لهو تغيير الزمية تغيير ملفه يعني ربما اين الخلل في هذا الاجراء اشوف خويا احنا الملف اللي عودوه ما فهمت هو البروبلم اكزاكت دونك اذا كان شهدت الحياة مغمى ما يخرجوا شهدت الحياة اذا كانت في الارزيدانس يبدل مقر يعني ملف اداري فقط ملف اداري يكبر بزاف يعني فيها يعني ميقدرش ميقدرش الانديكابي عود خرجو شاكاني السنوات ان شاء الله احنا كما يقولوا احنا ما حبينا عملية ترقيع احنا حبينا تخصيص يعني قانون يحمي المعوق من زيغو اج حتى سيدة حيزية ربما شيء مهم كذلك انه اقرار او رفع نسبة ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة من 1% الى 3% في المؤسسات لادراجهم بالعمل كنت تكلمتي قبل قليل حول ان جمعيتكم تقوم بدورات تكوين هذه الفئة لوضعها في مجال الشغل هل ربما مع السلطات الواصية استطعتم ان تضعوا او لو عدد معتبر لا ندري ما هو العدد معتبر العدد الموجود في ساحة الشغل من طرفكم احنا نعود من لك الان احنا يحسروا الاندكاب الان احنا الان احنا نحنا احنا 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 هذا في حد ذاتي هو احنا احنا لا يحسروا يعني انا حبيت اليوم عندي ان ديبلم دوس ان ان فورماشن ونجحت في الفورماشن ديالي وعندي شهد تكوين نحن نمبر سكال سركتور نعطي لهم نعطي لهم الديبلم ديالي ونرغم يقبلوني فاسيم في الوظيفة التي تتماشى وشهد طبعا احنا احنا نقول يتمتع المعوقون بأولوية خاصة عند التعيين احنا نشوف الوظيفة التي تجي معا الوظيفة في نفس الوقت وفي نفس اليوم يحطوا الديبلم يقول لك الوظيفة انت ما تقدرش تخدم ما عدناش انبوز لك بسك ونت با كابب مي يعدك الوظيفة هي اللي يجوز لك الوظيفة القانون من بكري يعني من سبعينات وستينات يقول لك يتمتع المعوقون بأولوية خاصة عند التعيين احنا احنا نشوف نشوف بالمعرفة سيدة حزيف مؤخرا وزارة العمل قد قدمت بعض المحلات لذوي الاحتياجات خاصة ممن لديهم نشاط مهني حول هذا المرور حول هذا المرور معطتها لهم شغلوها هنا هذا كيرا شغلوها شغلوها كاريمة يعني مئة مليون ونزي كاريمة كاني معدوش كاني لبس به وكاني مش لبس به كان الانديكاب اللي يتوش لابنسي كاني مقدرش يتوش لابنسي لابنسي بسك حساب الاحاقة تارو 3000 دينار دونك اوتوماتيكمو قاعدونا يقولونا كان محلات بسك القانون تارو مئة لوكال في البلدية كان تروح البلدية يقول لك أنا ما عندش لسي لابنسي هدو يسو مقدرش في البلدية تارو يقول لك طريق القانون وسن القوانين التي تكون ملائمة لهذه الفئة شيء جميل لكن هل المحيط الذي نعيش فيه يساعد على تعايش الشخص ذوي الاحتياجات خاصة بمعنى أنه يساعد عن تحرك على ممارسة حياته العادية الحياة اليومية بطريقة عادية شخص المشكلة هنا يبدأ من المنزل 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 يعني يعني نحن الانديكابي سنة 5 ميتاج 4 ميتاج عندنا نانديكابي يحبط يحبي من من دارهم هي حالات واقعية يعتك سهار عندنا مرأة يعني تشوفها مشاء الله تكون 3 ميتاج تقرها عندنا تحبط تحبي وتطلع تحبي نونك هنو نانتوغاج دياننا استعجر رو حقرها شكون يحقرها أوتوماتيك من البلدية اللي رايعيش فيها اللي زنكي تغلي مداروش خدمتهم بناتنا في كل بلدية عندهم عندهم ان سيستم تعل لزنكابي الحالات اللي يعيشوها لزنكابي في البلدية دونك أنا نشوف انديكابي يحبي يخرج يحبي منظرهم باش يروح يقضي يشغلو ستنقنت هذا فيه ضد كرام تنوع مكاش قانون اللي يحميه أنا ندير احنا القانون يخرج البرح هل تكلم على أريحيتك لا يخليك احنا البرح تكلم على 100% دي ميل دينا شغل داروا حاجة كبيرة 3% شغل داروا حاجة كبيرة وممطن لزافيون الليبي دافيون دوك احنا الليبي دافيون نروح لهم لو كانت رح الأغل جيري قل لك عندنا دوين هذه النقطة مهمة يجب أن نعرفها بيان سور الانديكابي جاي من إليزي ولا جاي من جانت ولا جاي من أي ولاية من ولاية الجزيرة يجي دماندي انبي دافيون يروح لمديرية تماشاة الاجتماعي مديرية تماشاة الاجتماعي تعطي لو ان بون اوتوماتي كمو يعني خصروا الانديكابي ذر في المرض بيها دك يدوه الأغل جيري أغل جيري تقول أنا وزار تدامون مخلصني شف لي بيها سابقا دونك أنا مقدر ندلك ولو دونك احنا دايما نبقى في حلقة مفرغة نرقدو النوضو ونلقاو نفس المشاكل يتخبط فيها المعوق علش قلت لك حنا عملية ترقيع والبريكولاج محبينا هاش حبينا يكون فيها دايزون ديكابي في مؤسسة تعال المجلس الشعبي الوطني ليخرج منه القانون لي يوصي ويحمي المعوق لازم يكون فيه معوق ما يجيش نبورت لك يكون في المقترحات التي خرجت في المسودة الأولية لقانون المالية لسنة 2020 باعتقادك لا تفي بمتطلبات الذوي احتياجات وفئة الذوي احتياجات الخاصة نرى نحن البرح دخلت على الفيسبوك سمعت القانون المالية أو تبرع تبرع 10 ميل دينار لكي نحن لدي كافي لازالبيان احنا قلنا فاتحة خير بداية جميلة فيز كالا من 4 ميل دينار 10 ميل دينار هاي حاجة ملاحة حقيقة ان 10 ميل دينار في وقتنا 2019 ما تكفيش حتى عائلة كانوا معواقين 3 اربعة في الدار اللي كوش ديالهم الماكلتهم نحن فيها بزاف حواج للمراض نحن نحن نشوف هاد الخبر هما فرحوا شوية نبسح توجوه نجوز لشغول حلقة مفرغة نتمنى ان تصل هذه النداءات سيدة حزيه رزيق رئيسة جمعية امل وعمل المعاقين حركيا بببلويد او اصحاب ذوي الارادة القوية احسن ان نقول هكذا شكرا جزيلا لك سيدتي ونتمنى كما قلت ان تصل هذه الرسال اذا مشاهدينا الكرام نواصل اخبارنا حيث وحال مكتب